تعرف على التفاصيل الكاملة بضم العلوات الخمسة لمعاشات شهر 7 2021 وتعرف كمان على نسبة الزيادة الجديدة أهلا بكم أدعوكم للاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد ولا تنسى دعم المقطع بلايك من موقع الوطن وتحديدا يوم السبت 5-6-2021 التفاصيل يتبقى أقل من 25 يوم على زيادة معاشات شهر 7 2021 لأكثر من 10 مليون مواطن في الوقت من المنتظر أن يتم صرف المعاشات الجديدة بزيادة تصل قيمتها إلى 13% وذلك نتيجة لتوجيه الحكومة لتحسين دخل أصحاب المعاشات حيث قالت مصادر في وزارة المالية أنها ستوفر 180 مليار جنيه في العام المالي 2021-2022 لصناديق المعاشات والتي بدورها ستسمح بزيادة قيمة المعاشات بداية من 1 يوليو 2021 سيتم زيادة المعاشات كما أضافت المصادر في تصريحات خاصة لموقع الوطن أنه في مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021-2022 تمت إعادة تسويات معاش الأجر المتغير وإضافة نسبة 80% من العلوات الخاصة الغير منتظمة العلوات الخامسة الأجر الأساسي لأصحاب المعاشات المنتهية خدمتهم اعتبارا من 1-7-2006 وحتى 30-6-2016 وبلغت تكلفتها للعام المالي الحالي 35 مليار جنيه تقريبا وستستمر تكلفتها السنوية في الزيادة في حدود 8 مليار جنيه كما أشارت إلى أن الحكومة في الوقت الحالي تستهدف تحسين دخل موظف الجهاز الإداري للدولة والتي تدخل حاز التنفيذ أول شهر 7 اللي جاي حيث سيتم زيادة مرتبات الموظفين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بجانب رفع الحد الأدنى للأجور ولفتت إلى أن بداية من شهر يوليو المقبل سيتلقى الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيه شهريا وبدون حد أقصى ومنح العاملين الغير خاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بالنسبة 13% من المرتب الأساسي بحد أدنى 75 جنيه شهريا وبدون حد أقصى وفي وقت سابق قالت الحكومة أنها ستبدأ صرف الزيادة المالية الجديدة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة مع راتب شهر يوليو المقبل بما يسهم في تحسين أجورهم ورفع العباء عن كاهلهم كما سيتم تمويل حرك الترقيات للموظفين المستوفين الاشتراطات للترقية في 30-06-2021 بما يحقق تحسن في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المكررة قانونيا بتكلفة إجمالية مليار جنيه مشير إلى تقصيص حافز مالي للعاملين المنجولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة إجمالية مليار ونصف المليار إن أعجبك الفيديو عديد المتابع يمكنك الآن الاشتراك في القناة بالضغط على زر اشتراك الأحمر أسفل الفيديو وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد ولا تنسى دعم المقطع بلايك